اللهم صلي على محمد وآلي محمد نبدو فيديونا بالصلاة على محمد وآلي محمد شون كان بناتش خبار كان هنا كان هذا ثالث يوم العيد وأول يوم العيد رحنا لبيت عيالي ثاني يوم العيد رحنا لبيت أهلي وثالث يوم العيد قررت بالليل آخذ هن المدينة للعاب بما أنهن بناتوهي استهلا يعني واحد يفرح هنو هاي وهن رايدات هذا الشي من قبل العيد قال اللي لازم نروح للمدينة للعاب فمدينة للعاب اليمنة واقع من الصحنة الطائر مدرسة صحنة الدواري يسمونه واقع من عدة وليد وبنية وسدوها فقررنا نروح للصابقة هنان هاي هاي مدينة للعاب هاي جسر الصابقة يعني يمن الصابقة بما أنهن تعرفون الناصرية بها صبة وبها سنة وبها شيعة الله إن شاء الله ما يفرقني ويوحدني إن شاء الله دوم اي فهاي جهة مالتهم يعني مو مدينة للعاب شبيرة لأ متواضعة بس هواي هواي ناص هسا هاي احنا بداية من دخلنا ماكو عالم فهواي ناص اجت وراني كلش كلش هواي يعني احنا رحنا وراء الأذان فالعالم اجت بالتسعة وبالعشرة وبالهدعش ويعني صار حيل حيل ازدحام يعني هي مدينة للعاب متواضعة بس البنات حيل حيل فرحة وأنا من واحدة فرحت ذكرت أجواء مش إنا أطفال وأمنا تاخذ ماء ونفرحوا وهذي فهاي الأجواء أنا أفتقر إلها يعني مثل ما يقولون نسيتها ما رايحة ما طالعة ما ماشي هتشي أجواء يعني مو إلا أصعد وألعب إياها لا بس أشوف أهم شي واحد يعني يونس جهاله وما يحط بخاطرهم ايه بنات هنانا بعد قتلت شنو صنة وحلوة الأجواء كلش حلوة وهنانا ذكرت الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم إن عطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتار صدق الله العلي العظيم ما عرف الشون هاي الآية القرآنية إجت بالي وحبيت أقراها وحبيت يعني أطرق لهذا الموضوع موضوع صورة الكوثر وكلمة الأبتار الأبتار شنو الأبتار قابل عد العرب اللي يصير عده ولد ويموت يسمونه الأبتار ويعيرونه بأنه أبتار يعني هذا مقطوع نسلة يعني بعد ما راح يصير عده يعني مثل ما يقولون تارثة ومو أحد ينمحي ذكرى يعني أبو البنات راح تنمحي ذكرى فالكوثر منه الكوثر فاطمة الزهراء عليه السلام وهاي الآية نزلت بعد عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه صار عده ولد اسمه القاسم وفهذا الولد توفى هو طفل فمن خديجة حبلة فاطمة الزهراء عليه السلام نزلت هاي الآية نزلت صورة الكوثر العفو مو آية هي صورة قلت لكم العرب قبل اللي ما سر عده ولد يسمونه الأبتار ويعيرونه بالأبتار وبعد وبعدنا لحد الآن هاي الكلمات ما تروح من مجتمعنا وأم البنات دومها مظلمة بالمجتمع لازم تسمع حتشاي تقهرها ولازم تسمع يعني تسمع كلام يقهرها فدائما يسمونها أم البنات أم البنات ليه شيء نشبهن البنات خبلا والله أنا موت عليهم وكلش أحب البنات وحتى لو صار بعد عد بني أنا أحب بناها وألف الحمد لله والشكر يعني هون بينا محمد وكان أبتر منو إحنا على موت نصير أفضل من عنده أكو ناس رزقها الله ولد ورزقها بنات أكو ناس الله رزقها بس ولد أكو ناس الله رزقها بس بنات فالله انطن بمحمد فاطمة اللي صارت هي أم الأئمة اللي هي لحد الآن مثل ما يقولون اللي لحد الآن لو ما همه إحنا ما محافظين على ديننا لو ما همه يعني إحنا ما باقعدنا دين وكان يعني لو ما عرف هذا الموضوع هو حيل حيل تشبير فمنو إحنا على موت نصير أفضل من النبو محمد النبي نبي نبي هو نبي الله سوا أبتر فإحنا يعني عادي أنا أشوف أن الشغلة عادية الله ما رزقش ولد ألف الحمد لله وشكر عدي بنات مثل الذهب الله يطولوا بعمرهن وهو يرزقه إن شاء الله بالمستقبل وظائف وهو يرزقه إن شاء الله الصحة والعافية وهو الله لا يحرمني منعتهن وصح بين وبيني يعني بين وبين روحي أطمح أنه يكون عنده ولد وأتمنى وهذا مو بعيد عن رب العالمين يعني إن شاء الله إن شاء الله بالمستقبل أحبل وأجيب ولد إن شاء الله وإن شاء رسوله إن شاء الله ما يخف ظني برب العالمين إن شاء الله أي شخص حتش علي كلمة زعلتني أو عيرني بيها ما عرف شا أقول أقول الله يسامحة لا 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 ما أقول الله يسامحة أبدا ولا أقول الله إن شاء الله يسوي بهتش وهتش لا نبقى أنا ويا يام رب العباد يعني الله طعامني بنات وطعامني ولد يعني راجعت وصار عندي ولد وأربحت الشهر وأجهضته يعني مثل ما يقولون هي البطنة تجيب ابنية تجيب ولد بس الحمد لله والشكر يعني ما مقسوم يعيش لولد يجوز يجوز يعني يعيش لي يشلع قلبه بي فالله طعامني بنات مثل الورود والله يطول بعمرهين وأونسهن وأطلعهن وأدللهن واللي علي أسويه واللي عنده أنطيه وما إن شاء الله ما أخليهن محرومات من شيء وأحرم أنا كل أم هسه كل أم جاي تحرم نفسها بسكن جهالها بسكن أطفالها يتونسون ويساون هسه تقول لي ليش أنتي والله طلعتين مدينة للعب جيبين هذا الموضوع لا والله بس محتح تشاية وحده يعني وحده ما أريد أجيب اسمها تقول رب العالمين معادل وليش معادل قالت أكو ناس يطيها ولد وناس يطيها بنات يعني إحنا بعيد أكو واحد يطرق الحدش وموضوع يعني إحسى الوصل لهذا الفيديو يقلي يجوز يعني الله ينطيني ولدي شلع قلبي أنت ليش حشيتي هذا الموضوع وليش فتحت هاي السيرة يعني تحسين أنه أنا ربي يعني معادل وياي لا لا عادل وعادل وعادل يجوز يرزقني ولدي شلع قلبي يجوز أم الولد يرزقها بنيت شلع قلبها الله يعرف يطيئ المن ويطيئ المن وحشى لله يظلم عبد ما يظلم أي عبد من عباده فهسا تقول أن أنت تقول أن يعني هسا أنت طلعتيهن ونستيهن وقلت بناتي بناتي لا والله لا والله بس حبيت أفتح هذا الموضوع وحبيت هاي الآية القرآنية وأنا دائما أقول هاي الآية القرآنية ودائما ظني برب العالمين شبير وإن شاء الله بالمستقبل إذا أنه عمور ولي قسمه الله يقسم لي ولد يقسم لي إن شاء الله وإن شاء رسوله وأوقف وقول للناس كلها ها شفتوا رب رزقني هذا الشيء وما أقول ربه معادل لا عادل رب العالمين ما يظلم بشر ودائما دائما يقسم الأرزاق ودائما ما عرف شون يعني أعبر على اللي بداخله وهاي بس الحمد الله وشكر أنا راضي بقسمة الله وراضي أنه عندي بنات والله العظيم ما متعاجزة منهن ولا كارهتهن ولا يعني هس حتى لو هس أحبل وأجي ببني ما أضوج ولا أنقهر ولا أبتشي ولا أبيد لا هو رب شي ردي يطينا هاي هي الحمد لله وشكر إحنا زرع الله بأرض الله شي ردي يطينا نسوي العلينا الرب الأطفال والرب الأولاد والرب البنات ونكمل رسالتنا واللي يجي للبعدنا يجي همين هتش يصير وهم يكمل رسالته أو هاي هي العلينا نسوي إحنا العلينا الرب تربية صحيحة تربية الحلال والحرام والخوف من الله سبحانه وتعالى والباقي ربي هو بعد أعرف به فتحت هذا الموضوع أحبا يعني خاف أكو ابني يعني مقهورة من جايبة ابني أو وحدة جايبة ولد وتريد ابني لا خل إيمانك بربش قوي مثل ما طعمتش ابني طعمتش ولد وذا ما طعمش ألف الحمد لله والشكر على قسمة رب العباد هو مقسم الأرزاق يعرف المن ينطو يعرف الأسباب يعني يقولون تعدد الأسباب يعني هذا بعد رب العالمي هو أعرف أعرف من البشر وأعرف يعني من كل كل شبهاي الدنيا وهذا الموضوع حلو حلو دائما أتناقش بي أنا وخواتي ودائما يعني نسولف بي ودائما يقول ان انت خيعون تشعدش بنات لا يطلعا لا يمشى لا تخافين عليه لا أبد لا تربية الولد أشق وتربية البنت أدق يعني الولد شقي بعدتي راح يطلع ويعوفوش ويضل قلبوش ويشلع قلبوش ودومو تظلين متابحته والبنت أدق الدقيقين وراها ليل ونهار يكون إيدك وإيدك يعني ما تخلينا غيعيب هذا حرام هذا دائما انت ضلين دقيقين بيها ثقوا بالله ثقوا بالله ما يوم عيرت بشر ما يوم قلت لهذا انت ما عندي شي شي وانا عندي لأن شنو أخاف من الله يعابي مرات رب العباد يعابي البشر يعني انت من التعيرين الله يعابيك زيان هذال اللي يعيرون ما يعرفون أكو وراهم رب يعني يعابيهم أو يمكن ياخذ اللي يعتهم أو يمكن يحرق قلبهم بي والله العظيم يعني أنا أشوفا شو هذول اللي يعيرون يمشون والدنيا تسهيلهم مثل ما يقولون ويمشون كلش فاتحين صدورتهم للدنيا ويعني لي خافوا رب والله العظيم اليوم الصبح احنا اطرقنا بهذا الموضوع أنا واختة شبيرة قالت ما يوم أنا عيرت بشر سبحان الله والله عن طاها يعني هم طفل مريض يعني إحنا ما معيرين بشر إحنا ما مأذين بشر ما سمعت يوم ما حدحت شاية مو حلوة أقول خاف من أنامن مرات أنام لو علقت تعليق شي بأي برنامج أعلق له من أنام أقول أنا خاف قهرته خاف خطية كسر خاطر خافتش يعني عند ضمير البشر مني ينام يشتغل ضميره يعني أنتم تعيرون ما عدكم ضمير؟ أنا حسا صافة يعني متعجبة شون يحشون هيتش حتش ويطلع شون روحهم وطاوحهم وتطلع هذا الحتشي يعني ما عدتهم بالمقابيل يقول خطية خاف أكسر خاطرة وأهم شي يعني مثل ما يقولون جبر الخواطر يعني الله مصب جبر الخواطر يعني يدي يجي فلان وعلان يكسر خاطر بشر ما عارف يعني ما عارف شا قولا بس نقول الله يهتيهم الله يصلاح المجتمع الله يهتيهم وهواي هواي هواي بنات إحنا بالآن استقرام يعيرون هنا أمهات البنات ما شفت واحد يوم عيروا أبو الولد ما شفت واحد عيروا إلا أن عده بس ولد وما عده بنات أو وعلق والله الزوج يقول هو بيته بنيت وظيفة وعندي جناس تعد أخوان يشيلونها يعني الولد عبالهم يكون بس يشيل الجنازة هاي هي هاي ايه صحيح مش تبعنا هيتش من تموت يا هل يشيلك ليش يا هاي شيلة عده ولد أخو عده ولد خوات عف ولد خوات عده ولد أخواني عند أخواني يعني هذا الموضوع هذا تافه أنا أشوفه والله